السؤال السادس عزيزي الطالب وهنا ننتبه للتعريف لان هناك تشابه بين التعريف هذا والتعريف السابق في السؤال الخامس ما الذي نعني بكتلة المادة الموجودة في وحدة الحجوم؟ هل هذا تعريف الحجم؟ أم الطول؟ أم الكثافة؟ أم الكتلة؟ نحن تعرفنا على كتلة المادة بأنها كمية المادة الموجودة في هذا الجسم كاملا ولكن كمية المادة أو كتلة المادة التي توجد في وحدة الحجوم هذا بشكل أدق عزيزي الطالب؟ نعم هذا يعتبر تعريف الكثافة لان الكثافة هي علاقة بين الكتلة والحجم